نفذ منتسبون قابتين المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم وقفة احتجاجية في ساحة الوزارة للمطالبة بالحقوق الوظيفية والمعنوية ومساواتهم بنظرائهم في المؤسسات الأخرى للدولة وتأتي هذه الوقفة لتشكل خطوة تصعيدية أولى في ضوء استمرار الإضراب عن العمل الذي نفذه منتسبون نقابتين العاملين في وزارة التربية والتعليم لليوم الثاني والعشرين على التوالي وكانت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين أكدتا على عدالة مطالب منتسبيها داعيتين الحكومة إلى التعامل بجدية مع من يعلم ويبني مستقبل أجيال الوطن وحملت النقابتان نتيجة التصعيد في وزارة التربية والتعليم إلى الحكومة التي تتجاهل مطالب المهندسين بحسب المنتسبين هناك ظلم واقع عليهم نحن سنقوم برفع هذا الظلم نحن كنقابت المهندسين نمثل المهندسين في القطاع العام وفي جميع القطاعات لن نسمح أي مهندس أن يكون عليه ظلم ويقع عليه ظلم وسنستمر في عملنا وتأييدهم وكما ترى هناك جمع كبير أعداد المهندسين في وزارة التربية والتعليم والمهندسين الزراعيين ليس كبير جداً أقل من ألف مهندس وهذه مطالب عادلة نحن نعرف التحديات أمام الدولة ونعرف التحديات المادية مطالبهم بسيطة جداً هذا الوقف جاءت بداية لسلسلة من الوقفات لست تستمر في المستقبل إلى حين تحقيق مطالب مهندسي ووزارة التربية والتعليم الآن لم نأجي لهذه الوقفة أو الاعتصام لإيجاد حلول مع وزارة التربية الحلول الوزارة رفعت العصى في وجه المهندسين وتلوح بعقوبات ولوحت ومارست عقوبات شديدة عن مهندسي ووزارة التربية والتعليم وأن تضع ملفه المهندسي ووزارة التربية تحت التنفيذ في أقرب وقت ممكن